طب قبل ما اكتب مع حضراتكم انتم عرفتم النهاردة انه شركة الكرة بالنادي الاهلي استقالت رسميا وكان فيه اربع نقاط خلافية هي اللي مهدد الطريق امام استقالة شركة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة يسين منصور الاربع نقاط هقولهم لحضراتكم اول نقطة تعالوا نقول اول نقطة على طول النقطة الخلافية الاولى بين شركة الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي بدأت منذ نحو اسبوع بسبب رغبة الخطيب في اقالة البرتغالي ريكاردو سوارش من منصبه التعاقد مع مدير فني جديد في الوقت الذي اعترض فيه يسين منصور رئيس شركة الكرة على طلب بيبو وتمسك باستمرار المدرب البرتغالي واكد انه لم يحصل على الوقت الكافي بجانب استكمال مباراة الدورة بالناشئين وهو قرار ادارة النادي في الاساس وليس المدرب وانه مع الصفقات الجديدة سيكون شكل الفريق مغير مع سوارش الا ان الخطيب تمسك برأيه في البحث عن مدرب جديد النقطة الخلافية الثانية بين ياسين منصور والخطيب كانت بخصوص منصب مدير الكرة حيث يتمسك بيبو باستمرار المنصب ووجود سيد عبدالحفيز فيه بينما تريد شركة الكرة الغاء المنصب واستحداث منصب المدير الرياضي للنادي النقطة الخلافية الثالثة التي اختلف فيها الخطيب مع شركة الكرة كانت طلب بيبو رصد ميزانية كبيرة لإتمام الصفقات دون تدخل شركة الكرة في الامر وهو ما اعترض عليه ياسين منصور بشدة واكد ان شركة الكرة لابد وان تكون على علم بكل تفاصيل الصفقات الجديدة ويكون لها دورا في اتمامها وهذا الامر كان خلافا كبيرا بين الخطيب وياسين رابعا النقطة الخلافية الرابعة تمحورت في منصب عمر شهين المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة حيث تحفظ عليه الخطيب وطلب تعيين متحدث آخر غيره باسم الشركة إلا أن هذا الامر كوبلا بالرفض تام من جانب ياسين منصور موسيقى